أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان اليوم عاوز أعطي تأمل بسيط عن أسلوب معاملة المسيح مع الآخرين والعنوان من تدعو للضيافة في بيتك واسمحولي أقرأ من بشارة لوقة في الإنجيل المقدس صحاح 14 من آية 12 مكتوب وقال أيضاً للذي دعاه اللي دعاه كان شخص فريسي أحد الرؤساء دعا يسوع على وليمي في بيته إذا صنعت غذاء أو عشاء فلا تدعو أصدقائك ولا إخوتك ولا أقرباءك ولا الجيران الأغنياء لأن لا يدعوك هم أيضاً فتكون لك مكافأة بل إذا صنعت ضيافة فادعو المساكين الجدعة الجدعة العرجة العمية فيكون لك الطوبة إذ ليس لهم حتى يكافئوك لأنك تكافأ في قيامة الأبرار وبإنجيل متى بيتكلم الحق أقول لكم بما فعلتم بأحد إخوة هؤلاء الأصاغر فبفعلتم طبعاً شيء غريب جداً لاحظ المسيح لما دخل أنه كمان كان عازم ناس من نفس النوعيات من علية القوم وفي نفس الوقت طبعاً شاف أنه يعني أنه كثير منهم عم بيجلسوا في المتكآت الأولى فعم بيوضح الموضوع للتعليم يعني استخدم فرصة حتى يعلم درس لا ينتسى إنه من المفضل أنك تجلس في الآخر وإلا بيجي واحد أهم منك بتضطر ترجع للآخر وبتشعر يعني كأنه خجلك الموضوع بعدين اتكلم قال إذا عزمت شخص على بيتك ما تعزم يعني الأقرباء والأغنياء والناس المعروفة أو من علية القوم يعني فبقول لألا يدعوك هم أيضاً فتكون لك مكافأ بتعرفوا في عادتنا الشرقية بنقول بدي أرد الواجب يعني واحد عزمني لازم أعزمه عشان أرد الواجب بس هون أخدنا في صورة أعمق متواضعة جداً إذا بدك تعزم عم بيتكلم شو الهدف من الدعوة شو الهدف من العزيمة كتير مرات حتى في أوساطنا المسيحية منعمل عزيمة هو بالحقيقة مش على أساس كمان أكون سخي أو كريم وما أكرمنا إحنا طبعاً الشرقيين في هذه الموضوعات بس كتير مرات بشوف من خلال العزيم أنه أنا بعزم شخص مشاني أنا شخصياً بتحطني في اعتبار معين أو بقوله فعلاً هذا الشخص كريم دايماً بيدعو الناس إلى بيته طبعاً لم يقصد المسيح أنه ما تدعو الأغنياء أو الجران أو الأقرباء طبعاً في واجبات إنسانية واجبات عائلية واجبات اللي إحنا بنكرم أحدنا الآخر لكن التعليم هون شو الدافع من الدعوة؟ شو الدافع من العزيمة؟ تعرفوا في آية في سفر الأمثال يقول في أمثال إصحاح 23 من آية 6 لا تأكل خبز ذي عين شريرة ولا تشتهي أطايبه لأنه كما شعر في نفسه هكذا هو يقول لك كل واشرب وقلبه ليس معك اللقمة التي أكلتها بيحكي بقول تتقيأها يعني روح اتقيأ هذه اللقمة وبعدين بالحقيقة بيكمل بيقول تخسر كلماتك الحلوة يعني ضوعت وقتك بكلام حلو وكلام جميل وبالواقع إنه قلبه والدعوة مش لأنه بحبك لأنه بحب نفسه مش لأنه عاوز يكرمك لأنه عاوز يكرم نفسه إحنا بنعرف إنه يسوع هو لتشامبيون في العدالة الاجتماعية ومساعدة ومساندة الفقراء والأيتام والأرامل كان دايما بيهتم بالفقراء وهو الذي قال الفقراء معكم كل حين أو كما يقول سفر الأمثال إصحاح 31 في الآية 9 بيتكلم بقول حامي عن الفقير والمسكين أيضا تعرف حباقي تعليم المسيح صادم هذا مش بناته إن المسيح طلب ما يدعى لأنه من خلال كلمة طلب بتشوف إن المسيح اتعزم عدة مرات في مرة في هذا المكان دعية في بيت أحد الرؤساء مرة تانية دعية في بيت في الريسة ودخلت امرأة خاطئة وبرضو علم درس في هذا الموضوع في لوقة سبعة ومرة كان في أحد بيت العشرين يعني من الناس اللي يعني الظالمين والنصبين لكن تغيرت حياته وفعلا المسيح دخل بيته وبات في بيته البشير متى كان في الريسة عزم المسيح على وليمه وعزم آخرين فرسيين آخرين بس كانت دافع إن المسيح يتكلم يشوفوا هذا الشخص المخلص اللي غيرت حياة متى مكتوب عن يسوع كان يزور بيت العازر مريم ومرثى كان بيقبل الضيافة وأيضا كان ساكن مع عيلة بطرس مع حماته لبطرس في كفر نحوم وكانت حمات بطرس تهتم في بطرس طبعا والتلاميذ ويسوع طبعا الخادمات اللي كانوا بيتجولوا مع الرب يسوع مكتوب اللواتي كنا يخدمنا يسوع المسيح وهكذا أحباء المسيح قبل دعوات ولكن في سياق الحديث هنا بيتكلم عن الدوافع هنا بيتكلم أنه إحنا أصبحنا قضاة أفكار شريرة أو كما يقول الرسول يعقوب في رسالته طبعا صححة اتنين أول تسع آيات بيتكلم عن اتنين دخلوا واحد لابس خواتم تهب أكيده ألماز ولباس بهي وشخص تاني لا فقير طبعا في لباس يعني فقير ووسخ اللي كان لابس الخواتم كان فيه محاباهم بيتكلم ضد محابات الوجوه بيقولوا لهذا اللابس خواتم والملابس المزخرة في أنه يجلس في المكان الأول والفقير بيقولوا له أنت أعد هناك إجلس هناك أو تحت قدمي فبيحارب المحابات وهكذا أحبائي بتشوف هاي صرخة الكنيسة الأولى كانوا بيهتموا في الأرامل وبيهتموا أيضا بالفقراء في رسالة يحنى الأولى إصحاح 3 والآية 17 مكتوب وأما من كان له معيشة العالم ونظر أخاه محتاجا وأغلق أحشاءه عنه فكيف تثبت محبة الله فيه يا أولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق فكتير مرات يعني بتقول للشخص روح استدفئ روح كل الكتاب يتكلم إذا أنت معاك جاكيت يعني إذا أنت عندك رداء زياني أعطيه للشخص الآخر وهون بيتكلم عن المحبة العملية المحبة الأخوية وبنفس الوقت المحبة الاختبارية نخبر هذه المحبة من الرب فنساعد ونسند الآخرين ونظهر المحبة العملية فالسؤال من تدعو إلى بيتك ففي المرات القادمة حتى لو دعيت خادم لو دعيت أي شخص اسأل نفسك هذا السؤال ليه أنا بدعو هذا الخادم لكن بشكر الله في كتير ناس بتدعو لأنه بآمن أنه هذا الخادم هو رجل الله ولما بيدخل إلى بيت إلى هذا البيت حضور الله موجود فيه والبيت بيتبارك كما فعلت المرأة الشنمية في العهد القديم عندما كانت تدعو النبي أليشع إلى بيتها أو كما ذهب النبي إليا إلى أرملة صرفة صيداء في لبنان فكل بيت كانوا بيدخلوه كان حضور الله بركة الله ومهابة الله تكون موجودة في هذا البيت ليتنا نرجع إلى كلمة الله الناس محتاجة تشوف مثل محتاجة تشوف رجال الله ونساء تقوى محتاجين يشوفوا أمثلة حقيقية صالحة مش محبة بالكلام ولا إنه أنا بغذ نفسي وبثري نفسي وبغني نفسي ومش عم بشوف الإحتياجات حوالي وهذا في عليها دينونة الحق أقول لكم بما فعلتم بأحد إخوتي الأصاغر فبي فعلتم شورك اليوم نتغير بمحضر الرب يسوع وصلي اليوم إنك إت تكون بركة لكل من حولك وحضور الله يغمرك وين ما تروح نور الرب وحضور الرب يلمس الآخرين ولكل من يشاهد إذا أنت دعيت أي شخص اسأل نفسك هل محابة في الموضوع ما هو الدافع الحقيقي لهذه الدعوة هل أنا بمجد الله في حياتي إن عشتم فللرب نعيش إن موتنا فللرب نموت طبعا في أكل في شرب في أي شيء نمجد الله حتى يكون هو الكل في الكل ربنا يباركك والرب يعطينا نتغير في محضر الله ونحب اللي ما بيتحبه ونحب الناس يمكن اللي منمر عليهم كتير مرات بيكونوا من فقراء ومرات شحادين بيستعتوا بيطلبوا تقدمي ما ترد أي إنسان الرب شايف اخدع كل الناس لكن لا تستطيع أن تخدع الله يا رب أعطينا القلب اللي بيحبك أعطينا القلب اللي بيهتم بالآخرين يا رب أعطينا القلب اللي بيحب من كل القلب والفكر أيضا أعطينا القلب اللي بيتحرك في أحشاء الرب يسوع المسيح من فضلك شارك هذا الفيديو حتى أكبر عدد ممكن يتبارك ويستفيد ربني يكون معك وبحب أسمع منك ترجمة نانسي قنقر شكرا